موسيقى موسيقى تشهد صنعاء وباقي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ورشة عمل واسعة وكبيرة تجرى فيها الاستعدادات لفتح مراكز صيفية واستقطاب الطلاب والشباب لإستغلال عطلاتهم الصيفية حسنا أين هي المشكلة؟ في الحقيقة هذه التحركات لا تبدو بريئة تماما فالحوثيون يعملون على توظيف هذه المراكز في غسل عقول الأطفال وتعليمهم مناهج الحوثيين وتجهيزهم فكريا لأخذهم للجبهات للقتال خاصة مع الحاجة المتزايدة للحوثيين في رفض مقاتليهم في الجبهات بمزيد من المقاتلين وهنا نتسأل إلى أي مدى تشكل هذه المراكز الصيفية خطورة بالنسبة للأطفال؟ وما هي طريقة الحوثيين في أخذ هؤلاء الأطفال إلى الجبهات؟ وما الذي تستطيع الأسر والعائلات عمله لتجنيب أطفالهم مثل هذه الأماكن وتوفر لهم بيئة أكثر أمانا ليستغلوا بها إجازتهم؟ دعوني أصدف معي عبر الأقمار الصناعية من مأرب سيد عبد الباصط الشاجع ومدير مركز العاصمة الأعلامي أهلا وسهلا بك معنا عبد الباصط حياكم الله أخي وحيا جميع المشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك عبد الباصط أنتم في مركز العاصمة الأعلامي بتأكيد لديكم كثير من المعلومات والتفاصيل حول ما يجري حاليا في العاصمة صنعاء أريد أن أسألك عن طبيعة التحركات والاسعدادات التي تقوم بها وزارة التربية وتعليم التابعة لحكومة الحوثيين من أجل فتح المراكز الصيفية أولا هذه المراكز الصيفية تعد أحد الأدوات والوسائل التي تقوم ميليشية الحوثي من خلالها على استهداف أطفال وشباب اليمن من خلال تغيير عقيدتهم الدينية وأيضا هويتهم الوطنية اليمنية لصالح ما يسمى بالإثنى عشرية والعقيدة الطائفية أيضا هذه المراكز الصيفية تقوم بتدريب الطلاب والشباب على السلاح والقتال تمهيدا للزج بهم في معاركها الخاسرة في مختلف جبهات القتال ميليشية الحوثي منذ وقت مبكر قبل أسبوعين من خلال سيطرتها على المنابر وأيضا المساجد قامت بدعوة أولياء الأمور وإرغامهم على إلحق أبنائهم في هذه المراكز الصيفية أيضا استخدمت الإعلام التي تسيطر عليها الإذاعات المحلية وأيضا تخرج سيارات وهي ترفع مكبرات الصوت تدعو أولياء الأمور بإلحق أبنائهم في هذه المراكز الصيفية لكن مقابل استقواء الحوثيين بالسلاح والقوة وإرغام الأهالي بالقوة إلا أن هناك أمانة العاصمة وبقية المحافظة الخاضعة على سيطرتها تشهد عزوف كبير من قبل أولياء الأمور من إلحق أبنائهم في هذه المراكز التي تقوم فقط بغسل أدمغتهم لصالح المشروع الطائفي ولعلكم لاحظوا مثل هذه اللحظات والقصص وسلخهم من هويتهم اليمنية الوطنية عبد الواسط وأنت أيضا في محافظة مأرب وهناك مركز لعادة تأهيل الأطفال المجندين لربما التقيت بأحد هؤلاء الأطفال المجندين في هذا المركز هل تعتقد بأن بعض هؤلاء الطلاب شاركوا فعلا في مثل هذه المراكز الصيفية وتم تعبئتهم بمثل هذه الأنواع من أفكار الحوثيين والزجبهم في القتال نعم المراكز الصيفية هي أحد الوسائل وليس كل الوسائل فقط هي أحد الوسائل التي تتم من خلال سيطرة الحوثيين على التعليم أنت تعرف مدى أهمية التعليم لدى أهمية توقيف التعليم بالنسبة لميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة قامت أولا بتوقيف الدراسة في المدارس الحكومية أوقفت المرتبات المعلمين والتربويين منذ ثلاثة عوام وكل هذا من أجل أن تسيطر على عقول الأجيال وأن تشغلهم فقط في معاركها وقتالها وأن تذهبهم أوقفت المدارس من أجل أن تذهبهم إلى جبهة القتال فقط وهناك الكثير وربما المئات من الحالات التي حدثت بأن استقطبت مجموعة من الشباب والأطفال إلى هذه المراكز ثم قامت بتدريبهم طائفيا وفكريا وأيضا على حمل السلاح والقتال وزجت بهم أيضا في العديد من الجبهات طيب عبد الباصط لو كنت تتذكر كيف كانت تتسم به المراكز الصيفية في صنعه وفي غيرها من المحافظات عندما كان ينتظر الأهالي قدوم هذا الموسم من أجل تسجيل أطفالهم في هذه المراكز ويتم تعليمهم مختلف أنواع العلوم والمهارات للنساء مثلا كالخياطة والدوات المنزلية وللأطفال الرسم وكثير من الأنشطة التي كانت تقام الآن ومع تحول هذه المراكز الصيفية إلى الجانب المضاد لها تماما وهو تجنيد هؤلاء الأطفال للذهاب للقتال ما الذي قد يمثله ذلك بالنسبة للعائلات طبعا كلنا أعرف مدى أهمية المراكز الصيفية وكيف كان اليمنيون يستقبلونه بعد الانتهاء من العام الدراسي كانت هذه المراكز تقوم بالدورة المكملة للمدارس الخاصة وأيضا الحكومية والطلاب يقضون فيها إجازات ممتعة من خلال تلقي العديد من المهارات وتطوير قدراتهم أيضا ميليشيات الحوثي قامت من أجل أن تذهب بالعديد أو أن تستقطب بالمئات أو الآلاف من هؤلاء الشباب والأطفال داخل أمانة العاصمة والمحافظات البقية الخاضعة على سيطرتها قامت بإغلاق الكثير من معاهد تعليم اللغات وأيضا المعاهد الثقافية في أمانة العاصمة وهذا حدثت خلال السنتين الأخيرتين بإغلاق العشرات من هذه المعاهد من أجل أن تضمن ذهاب هؤلاء الشباب إلى مراكز الصيفية ويتلقوا جرعة طائفية وثقافية وهنا أصبحت العائلات حائرة يعني تعمل المشروع الطائفي الإيراني الآن أصبحت العائلات حائرة إلى أين تذهب بأطفالها في موسم الصيف ما هي الحلول البديلة التي تستطيع هذه العائلات والأسر اتخاذها لتفادي إرسال أطفالهم للمراكز الصيفية التي أعمل عليها الحوثيون مشروع جماعة الحوثي يقوم على خنق الحياة خنق الحياة تماماً يقوم للترويج للموت للكراهية للعنف وبالتالي فإن الكثير من العائلات والأسر اليمنية عزفت عن الحق أبنائها في هذه المراكز الصيفية وفضلت بأن يتلقون دروس تقوية ودورات خاصة داخل منازلها عبر أهاليهم وعبر أسرهم المتعلمين ومتعدد التخصصات وهذا يعد أيضاً أحدى وسائل أو أحدى أوجه الرفض المجتمعي لهذا المشروع الطائفي الذي يقوم على استهداف هوية اليمنيين وغرس المفاهيم الطائفية والأفكار الطائفية الإثنى عشرية إذن شكراً لك على مشاركتك معنا في البرنامج مدير مركز العاصمة الأعلامي سيد عبد الباصل تشاجع كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأربي ذا مشاهدينك ما حذر ضيفنا للأسر والعائلات بأن لا تذهب بأطفالها وشبابها إلى هذه المراكز الصيفية التي يشرف عليها الحوطيون لما قد يشكله من مخاطر على حياتهم ترجمة نانسي قنقر